هم 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 عوزيناكل هم 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 من النهاردة قبل ما ناكل هنعرف ونتعلم ازاي ناكل انا مش عايز حد فيك يزعله حقوقكم هتحدوه على عيني وعلى رأسك انا برضو ابتدت زيكم بيع متجول وربنا الحمد لله اكرمني بس اقولولي الاول ايه اللي مزعلكم احنا باختصار يا معلم ملناش تشوف الحتة دي طول ما انا فاندي اه روحا افانديت ايه؟ محمود افاندي وفريد افاندي يا معلم ايه مالهم دول اعدوا معانا يا معلم علشان حماية المستهلك وقالونا نخلى عربيت الارتح نغيفة وصحية اعملناها يا معلم مباية ميت فل وعشرة علشان خاطر عيوني المستهلك طيب ايه الغلط في كده بقى؟ هل ايه الجوم يفتشوا علينا وشوفوا الاكل اللي احنا بنبيعه وليقول لنا الاكل ده ما تستحوش فيه الله وايه اللي دخلوا وفتشوا لكم؟ عملنا شوية اكل مبوخي استهلك جوءة معلم ومعنوب بالطريقة الصحية مية المية طيب ايه بقى الغلط في كده؟ ما هو ده اللي مزعلنا يا معلم مفيش غلط عندنا هم اللي ايه فيه ايه بس؟ طيب هم ايه اللي هاشعرهم فتشغلوكم؟ الله ما تزعلوش حققوا علي انا انا هروح استقصلكم واشوف ايه الحكاية هم فعام اينا فتقوم ايه؟ احنا متعشينين فيه خير يا معلم تجفلين انا حوقنا؟ خلاص وحيد الله ده ايام مفترجة انا جايل كل وقت طيب ليه وفاقك معلم يا معلم ما تنساش انك في بيتي وعم المراتي ما تخنينش اصرف معك تصرف غرط الله 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 ايه يا اصاس محمود؟ ايه الحكاية ايه النرفزة دي؟ لا انت كده لسانك عجز عن الكلام زي عوايدة اه 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 وبعدين معاك اقعد دلوقتي يا معلم اهدى الراجل انا بيقوله لحالة انت عارف كواس اوي يحلم فيه جاعة من الغلط غلط يا انا كنت غلط طول يا اصاس فريد ايوا غلط وبعدين احنا عايزينك تبقى هادئ كدوة ليه تتنرفز ليه تتنرفز الراجل ده بيبقى عصب يقولتلك خليك ريلاكس كدوة ايه ده ايوا انا هخليني فاكس زي ما انت بتقول بس اهدى زي وانتو عملين تغلطه في الرجالة بتاعتي اه جاتل الحالة ايه يا معلم البيعين بتوعك غلطانين ومش عايزين يفهمه الصح لا يا او اساس محمود احفظ مركزك اقوع تغلط في رجالتي ده الرجالتي وتربيتي وبعدين ما تنساش انهم فاهمين كل حالة شوية قلتلك يبعد عنه وبعدين ما تبقيله لحالة ممكن هو قفل شعره يا باي ده ايه ده انا ماشي بس ان شاء الله ليه كلام معاك تاني ايه ده فاندي ده حلو؟ ممكن ادوقه؟ واحدة بس ايه واحدة بس ومال انا هاخد مية ايه ده ايه ده ايه اندوقه لو عرفنا انه بنشتري وايه قصده؟ انت يا عاتف اهلا 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 بملك الجمال موابع قرصده طولك انت بقى انت كدفه قصدي وايش شباق من المعلم معاك ايه ده موابع قوصد بغطي بأستاس محبوظ جمال جاي تحيب ابلغوا حاجة ما يجي؟ لا يا اخوي انا لما روح الحاق في البيت واقوله اللي انا عايز اقولهوله يخشي مسائب دي؟ الله؟ اين ده يا عاتف؟ ايه كاتش العربيات اللي ماريه المنطقة دي هو في احتفال ولا ايه؟ خليه يا موابع قوصد كل العربيات دي تبع المعالم واكله كله نظيف وصحة وعاتفة السلام سلم السلام على حمس الشام تحيب ساعاتك كده دوقي وجراري؟ ايوه خليه يوزلينا قدي 3040 نفر كده ولو عجبنا نبقى نشتري 3040 نفر عشان تشتريه قليل؟ قلتلك 3040 نفر لو عجبهم نبقى نشتري منه ندوقهم يا اخي ماشي يوه؟ ايوه خليه في 3040 نفر بيتحب ساعاتك اوفر عليك المشوارة واصلونك في نفس الواتل دي لا بالسلام يا الشاربات انا هاخدهم وراوة ايه معاملت مواطن الارض اللي مرحبينة؟ بقولك ايه الدلعاجي كتر السكر شوية سكرت السكرية مدام؟ انا بيتهابز بالملكة انا مش مدام يا الدلعاجي انا متجوزة وعنجي عيال قادة زي الشاربات اين فاوين وحقول لي محمود ان ام هي اللي جايب له حو في الشام عشان لو حبتها استقطعه هبقى كسر عينه يا اهلن وسهلن يا اهلن وسهلن اتفضل يا أستاذ فريد اتفضل اتفضل تسلم ايديك تسلم يا أستاذ اتفضل يا حودة ماما عبدالك مفاجهة النهاردة جايبالك حاجة بتحبها قوي بس اكتر مني انا بحب كل حاجة بس اكتر منك يا سلام حموص فشام تسلم ايدك يا حماتي بالهانة والشفا يا حبيبي كل يا أستاذ فريد كل الظاهر انت كمان حماتك بتحبك لا يا كلان انا الربطة خلصها مدام نادية اعملي حسابك في كوبايتين زيادة واحدة الفوزية واحدة الحماتي يا سيدي بس خلص انت انا عامل حساب فوزية وامه فوزية والشارع كله بس كل انت يا سلام يا حبيبي احلى حموص جام كالتو بالهانة والشفا يا حودة والحمص ده سادة ولا معا حاجة يظهر اللي عمل هو معلم كبير قوي هو معلم اه بس مش كبير ده بيشتغل على عربيات الاكل بتاعت المعلم فرغالي جوزي هو حمص الشاب ده من عربيات اكل المعلم ايوا يا حودة من عربيات بابايا المعلم بابايا المعلم محدش يأكل خالص ليه يا محمود؟ لان الاكل ده مش صحي نعم؟ لأ اباقة بقولك ايه ان كنت ونسيت اللي جارهت وده فاتر تنقاره انت نسيت لما كنا بنستقطعهم في ايه حمص الشام قال ملعقوش بالورق دعاب ايه احمر الخداب قاله ايه اعتاكل ايه اعتاكل اللوم يا فريد اوه ده اسمه كلام يا حودة لا كلام على طعام اصدقاء صحة وعافية مساء الخير الباع الجائلين بيقدموا خدمة غذائية هامة في جميع مدن العالم مش في مصر بس وعلشان كده جميع المؤتمرات العلمية الغذائية الدولية في الفترة الاخيرة كانت بتهتم بمنقشة موضوع اغذية الشارع علشان تضمن انها بتقدم للمستهلك في جميع الدول العالم اغذية صحية ومفيدة واحنا بننتهز الفرصة دي علشان نهتم باغذية الشارع عندنا وهنحاول اننا نفكر الباع الجائلين ببعض واجباتهم من واجبات الباع الجائلين ان عربيت الاكل اللي بيبيع عليها الاكل تكون عربية صحية ومضيفة وكمان تكون محكمة القفل طبعا بطريقة تسمح للباع الجائل ان هو يشتغل كويس ولكن في الوقت نفسه بتمنع دخول الاتربة والحشرات والذباب الى عربيت الاكل الشعبي في الشارع كمان الادوات اللي بيستخدمها الباع المتجول يجب انها تكون مضيفة وصحية والباع المتجول نفسه لازم يهتم بنظافة جسمه وتكون كل الاشتراطات وعداته الصحية تكون صحية وسليمة مية في المية كمان لازم يهتم بنظافة الجسم ولازم يهتم بنظافة الملابس والملابس اللي بيلبسها تكون بقدر الامكان متنسقة وكمان تكون من المفضل يكون لونها ابيض مع تغطية الرأس بغطاء مناسب وطبعا تغطية القدمين وكل ده علشان نضمن سلامة وصحية الاغذية اللي بيقدمها الباع المتجول للمستهلك في الشارع والباع المتجول اللي زعلان من ان القانون بيمنعه من بيع بعض الاغذية المطبوخة اغذية مطبوخة من اللحوم او الكفتة او الاسماك او حتى الخضروات المطبوخة او حتى بعض الاغذية النشوية المطبوخة زي المكارونة او الشعرية او الكشري وغيرها بنقوله السبب في كده هو ان الاغذية المطبوخة دي سريعة التعرض للتلف والفساد طول ما هي خارج وسيلة الحفظ المناسبة ووسيلة الحفظ المناسبة بتاعتها هي التلاجة والتلاجة ما بتكونش من بين ادوات ومعدات عربيت الاكل الشعبي اللي بيبيع بيها البائع الجائل هذا الاكل في الشارع علشان كده القانون المصري بيمنعه من بيع هذه الاغذية لحماية صحة المستهلك احنا لما بنقول الكلام ده بنفكر البائع المتجول بانه يهتم بالاغذية اللي بيقدمها للمستهلك في الشارع علشان تبقى اغذية تحمي صحة المستهلك وتقدم دايما للمستهلك كل غذاء مفيد لصحته وكل الاغذية تكون كلها صحة وعافية هم 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 ه هنعرفتوا نتعلم إزاي ماكم؟